المصطلح الگراف والجي ماذا مقصود بكلمة الگراف والجي هو مصطلح اجلمي يقسم الى قسمين الگراف واللوكي الغراف معناتا ايش بالانجليزي هي الصورة طبعا دائما داخل الصورة يكون اشكالنا اذا هو عبارة عن شكل الگراف هو شكل واللوكي او لوكز اذا صح المصطلح او اللفظ فهو علم إذن نحن أمام علم الأشكال إذن غرافولجي هو علم الأشكال يترجم كل الحركات التي تقام بها على الورق يعني أي شكل يكتب على الورق له دلالة نفسية حتى لو كانت نقطة حتى لو كانت نقطة أين توضع النقطة؟ أعلى أسفل يمي يسار كيف شكل النقطة؟ هذا كله له دلالة نفسية نستطيع أن نترجمها طالما كتبت أو وضعت كتابة على الورق طيب غرافولوجي هو تحليل الشخصية رح نتعرف إيش يعني تحليل الشخصية عن طريق الخط ورح نتعرف إيش يعني الخط الخط هي الكتابة اليدوية والأشكال أول شي تحليل الشخصية الشخصية إيش يعني الشخصية؟ نعرف مع بعض الشخصية الشخصية هي مجموعة من الصفات والسمات الخمسة أول شي النشاط العقلي النشاط الجسدي ثلاثة النشاط النفسي عفوا النشاط الاجتماعي أربعة الحالة النفسية خمسة الإنفعالية إيش يعني النشاط العقلي؟ ماذا نستطيع أن نكشف من النشاط العقلي؟ ممكن نستطيع أن نعرف ماذا القدرة العقلية لدى هذا الإنسان هل هو موهوب؟ هل هو ذكي؟ هل هناك مشاكل أو خلل في العقل أو الدماغ؟ أما أثنين من ناحية الاجتماعية هل اجتماعي أم لا؟ هل هو عنيف؟ هل هو انطوائي أم لا؟ وهكذا يعني هناك الكثير من الدلالات نستطيع أن نره من الناحية الاجتماعية أما من الناحية الراحة النفسية أو النفسية كيف هو؟ هل هو مرتاح نفسياً أم غير مرتاح نفسياً؟ نستطيع كل هذا أن نكشفه أو نتعرف عليه من خلال علم الأشكال أما من الناحية الطاقة الجسدية هل هذه نشاط حركي؟ أم الطاقة عنده مرتفعة أم منخفضة؟ هل هو إنسان عملي منجز؟ هذا كله نستطيع أن نكشفه من خلال علم الأشكال أيضاً الخامساً الحالة الانفعالية نستطيع أن نعرف انفعالة هل قابل الإثارة؟ هل يتأثر بالآخرين؟ هل هو يؤثر بالآخرين؟ هل هو سريع الغضاب؟ هل هو حساس؟ هل يتأثر بالعواطف؟ أم هو مزاجي في الانفعال؟ يعني نستطيع أن نعرف مدى انطباعه إذن علم الأشكال هو عبارة عن سلوكيات وانفعالات وانطباع طبعاً عرفنا إيش يعني الشخصية؟ هي مجموعة من الصفات والصمات الخمسة العقلية والاجتماعية والجسدية والنفسية والانفعالية كل شخص يتميز عن غيره بهذه الصفات وهذه الصمات عن طريق الخط نستطيع عن طريق الخط أن نستمد كل هذه المعلومات طيب خلينا نعرف إيش معنات الخط الخط ينقسم إلى قسمين هي الكتابة اليدوية والأشكال كيف يعني كتابة اليدوية؟ يعني أنا لما أكتب مربع ولما أرسم مربع هذا شكل وهذه كلمة مربع وشكل المربع هي الكتابة اليدوية والأشكال هي الشكل اللي أمانكم اللي أنتوا رح تعرفون من خلال الشكل أو النظر أن هذا مربع أما هذه لازم نحن نقرأها لازم يعني اللي عنده لغة يعرف هذه اللغة رح يستطيع أن يعرف أن هذه الكلمة معناها مربع إذن الخط هو لغة مثل مواضح أمامكم ورسم أي خربشات طبعا يستطيع هذا الخط عن طريق تحريك عدو الكتابة عدو الكتابة باستخدام أداة الكتابة إيش يعني عدو الكتابة؟ سواء كانت اليد سواء كانت عن طريق الله يبعد عني وعنكم كل مكرور وكل شير ناس مثلا ما عندهم يد يستخدمون عن طريق بواسطة الفم يرسمون أو يكتبون من خلال الفم أو أكرمكم بالله عن طريق القدم يكتب ويرسم إذن أي عدو يسطر على الورق ظهر لنا خط باستخدام أداة الكتابة أي كان أداة الكتابة القلم الفرشات القلم الأحمر الأخضر الأزرق القلم الرصاص على سطح الكتابة أي على الورق أو على أي مكان نستطيع أن نحلل الخط إذن خط الكاتب هو مقياس دقيق بل شديد الدقة لشخصية الإنسان لأنه يعبر عن مكنونات مثل ما تكلمنا الجسمية والنفسية وهو لغة الجسد على الورق إذن جرافولوجي يحلل جميع الخطوط طبعا الشجرة اللي أمامكم الشكل اللي أمامكم شجرة طبعا نحن سواء إذا كان يحضر معانا أحد لا يفقه العربي يستطيع أن يحرف أيضا أن هذه شجرة إذن لغة الرسم موحدة ولكن طبعا لو أنا كتبت مثل ما أمامكم هنا مربع وهنا كلمة طبعا اللي لا يفقه باللغة العربية لا يستطيع أن يعرف أن هذه كلمة مربع أما هذا الشكل الكل يعرفه حتى لو كان لا يتكلم اللغة العربية إذن خط الكاتب أو الجرافولوجي يحلل جميع خطوط العالم يحلم ليش؟ لأنها تتفق في الأشكال لأن الأشكال مرتبطة في لغات العالم إذن الشكل لغة الشكل يحلل لغة الأشكال أما الكتابة اليدوية غير مشتركة في لغات العالم إذن جرافولوجي هو علم دراسة الخط أو الرسم أو الشكل في نقطة مهمة ليش أنا ركزت على الشكل وعلى الكتابة اليدوية هل يختلفوا عن بعض؟ نعم بعض الشيء يختلف عن علم الأشكال عن علم تحليل الكتابة اليدوية ليش؟ لأننا نتفق في الشكل الكل يعرف الشكل خلينا نمسك الخط تكلمنا أنه عبارة عن لغة يعني كتابة اليدوية وأيضا علم الشكل هذا الشكل وهذا تحليل الكتابة أو الكتابة اليدوية نتفق في الشكل يعني العربي وغير العربي رح يعرف أن هذا مربع بينما كلمة مربع الكتابة اليدوية طيب وحده يعرف محلل الأشكال اللي يعرف من ناحية اللغة يهم اللغة إذا كان يفهم باللغة يستطيع أن يعرف الفرق الجوهري بين الكتابة اليدوية وأيضا الشكل أعيد الفرق الجوهري بين محلل الأشكال ومحلل الكتابة اليدوية هي اللغة هي اللغة لأن محلل الأشكال لا يهم اللغة لا يهم اللغة محلل الأشكال لا يهم اللغة الذي رسمت أو كتبت هذه الكتابة ولكن يهم الشكل الذي رسم أما محلل الكتابة اليدوية لا ينظر إلى هذا ينظر لماذا هناك تباعد بين الحروف مثل مواضح أمامكم محلل الأجنبي رح يشوف أنه مر كلمة وهذه أيضا كلمة فلما يجي يحلل المحلل الأجنبي سيقول هناك مسافة بين الكلمات ورح يعطينا قانون أو قاعدة المسافة بين الكلمات هنا يخطأ هنا يخطأ في التحليل لأن هذه مسافة بين الحروف وليس بين الكلمات شايفين الفرق بين المحلل الكتابة اليدوية ومحلل الأشكال محلل الكتابة اليدوية مهم جدا أن يكون عنده دراية وإدراك في اللغة اللي يريد أن يحلل فيها يعني أنت لما تريد أن تحلل في اللغة لازم تكون أنت عندك خلفية أو معرفة يعني أنت متقن لهذه اللغة عشان تستطيع أن تحلل المسافات بين الكلمات وبين الحروف هنا يقع المحلل في الخطاء وهنا تقل نسبة التحليل لذلك علم التحليل الشخصية أو علم الأشكال علم دقيق جدا في يعني في التحليل وفي إعطاء النسبة في النتيجة النتيجة تكون إمية بالإمية في التحليل والدقة ولكن الاختلاف يكون مثل ما قلنا الفرق الجوري هو اللغة لازم يكون أنت عندك علم ودراية في اللغة ومتقن هذه اللغة بينما علم الأشكال لا يهم المهم الكل يتطفق في الأشكال ولكن يختلف في اللغة لذلك مهم جدا أن يكون المحلل الكتاب اليدوية يعرف اللغة التي يريد أن يحلل فيها لأن هناك تختلف لذلك تزامنا مع علم الأشكال وعلم التحليل لكتاب اليدوية يختلف بعض الشيء عن علم الأشكال وطبعا إذا قمنا بالطلاع على بعض الكتب الكثير من يكتب عن غرافولجي وخاصة في الكتب الإنجليزي لا يعرف هذا الشيء فيخلط بين علم الأشكال وعلم التحليل لكتاب اليدوية لذلك نجد أن هناك يعني التحليل فيعطينا تحليل غير دقيق لذلك مهم جدا أن نكون عندنا خاصة في التحليل الكتاب اليدوية أن نكون نحن هذه لغتنا أثناء التحليل واللي يريد أن يحلل اللغة الإنجليزية لازم تكون أنت مطقن وعارف معنى الكلمات اللي أنت تريد أن تحللها وسندرس هذا خلال هذه الدورة إذا محلل الأشكال لا يهم اللغة التي رسمت أو كتبت هذه الكتابة ولكن يهمه الشكل بينما محلل الكتابة اليدوية لا ينظر إلى هذا ينظر لماذا هناك تباعد بين الحروف تعريف الشخصية تكلمنا هي مجموعة من السمات والصفات العقلية والجزدية والاجتماعية والنفسية والإنفعالية التي تظهر في العلاقات الاجتماعية لكل فرد بعينه وتميز عن غيره يظهر لنا فقد انفعال وانطباع وسلوك علميا في الطب يقولوا أن أطراف جسم الإنسان توجد خلايا عصبية يعني أي شي الأصابع التي تتحرق العيون الشفايف أطراف جسم الإنسان عبارة عن خلايا عصبية طب هذه الخلايا العصبية من المسؤول عنها المسؤول عنها هو الجهاز العصبي النظام العصبي المركزي ممتاز طيب الجهاز العصبي مما يتكون يتكون من الدماغ والمخيخ والسائل الشوكي أحسنتم إذن ما يصدر على الورق هو يكون إيش بأمر من من بأمر من المخ أحسنتم إذن الكتابة أو إن شاء الله النقطة أي شكل رسم على الورق أو كتب على الورق أو وضع على الورق أي شكل صدر هذا له دلالة نفسية نستطيع نحن كمحللين أن نقرأها وندرسها ونفهمها نستطيع قراءتها ودراستها وفهمها هذه البصمة تسمى بصمة المخ تسمى بصمة المخ هذه البصمة يمكن قراءتها ودراستها وفهمها وتعتبر بمثابة النافذة إلى أعماق النفس ومعرفة خبايا العقل ومعرفة ما يدور في مخ هذا الإنسان اللي أمامنا ما هذا الشكل اللي أمامكم الكثير يقول مخطط مثلا زلزال مخطط سونار مخطط قلب مخطط أنا بالنسبة لي لا أفقى في الطب هذا مخطط قلب ولكن أنا لا أفقى كل اللي أشوفه أنها خربشات صاعدة خربشات نازلة شرايكم نتفق خربشات صاعدة وخربشات هل لها دلائل في الطب لها دلائل ولها مؤشرات طبعا سألت أنا الأطباء أحد الطبيبات عن هذا المؤشر على ماذا يدل فأخبرتني أنه ممكن نستطيع من خلاله معرفة كهرباء القلب معرفة كتلة القلب معرفة هل هناك يعني جلطات سابقة قديمة عفان الله وإياكم وبعد عني وعنكم كل شر وكل مكروه نستطيع معرفة أيضا هل النبضات مرتفعة أو منخفضة يعني يعني يستطيعون يعرفون من خلال هذا التخطيط أشياء لكن أنا اللي أشوفه أنه شي صاعد وشي نازل إذن يستطيع الطبيب أن يحدد من خلال هذا يعني من خلال المعطيات والمؤشرات بعض الأشياء يكشفها طب خلينا نلعب لعبة أو يعني نقترح عليكم خلينا نقول أن كل هذه المؤشرات اللي تكلمت أنها كانت النتائج السلبية من خلال هذا التحليل أنتوا بتوقع يعني أريد من خلال توقعاتكم أنتوا تتوقعون إيش تتوقعون أن المؤشرات كلها سلبية أكيد رح تتوقعون أنه ما في أمل هذا الإنسان ما في أمل نخرج أن الطبيب من حكم خبرته وممارسته أعطانا عمر هذا الإنسان صاحب هذا المخطط قال أن هذا رح يعيش يومين ويموت الله لا يقدر فعلا أن هذا الإنسان توفى تعتقدوا أن هذا الطبيب يتكلم في الغيب لو توفى بعد يومين هل هذا الطبيب يتكلم في الغيب ها نعم لا لا يتكلم أحسنتم لا يتكلم في الغيب ليش احتمد على معطيات ومؤشرات يعني من حكم خبرته وممارسته من خلال هذا ظهرت هذه المعطيات والمؤشرات فعرف يعني وهذا كله في إرادة الله سبحانه وتعالى عرف أن عمره قليل يعني 48 ساعة فقط طب نفرض نفرض أن الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان لم يموت وأطال الله سبحانه وتعالى بعمره هل معناته هذا الطبيب كاذب هل هو كاذب طبعا لا مو كاذب هو اعتمد مثل ما تكلمنا على معطيات مؤشرات أن هذا رح يموت ولكن لم يموت بفضل أن الله سبحانه وتعالى إذن لا هو يتكلم في الغيب ولا هو يكذب كل ما في الأمر هو اعتمد على أحسنتهم معطيات ومؤشرات ظهرت من خلال هذا التحليل ومن خلاله هو بنى هذا الشيء نفس الشيء علم الأشكال يظهر لنا مثل مواضح أمامكم يعني يعطينا دلالات ومؤشرات يعني نفس الشيء يقولون أن هذا خربشات وشخبطات وهل نأمون بها هل هذا اللي واضح أمامكم تأمونون فيها نفس الشيء علم الأشكال هذا ما يحدث معنا نتهم في علم الغيب نحن لا نتكلم بغيب بل نتوقع من خلال معطيات ومؤشرات لنا من خلال الشكل كيف يعني لو رأينا شخص سلوكه سيء وطبعه سيء ومازال مستمر بهذا السلوك ماذا نتوقع غدا فساد أن يكون آفة في المجتمع نتوقع عدوانية يعمل لنا إجرام فساد في المجتمع طب لو ظهرت إيجابيات نتوقع أيضا إيجابياته في المستقبل إن بقي على هذا الأمر نفس الشيء من خلال المؤشرات نستطيع أن نعرف أن هذا مترب ناجح متحدث رائع عنده قدرات هذا عنده مواهب من خلال إيش من خلال المؤشرات ظهرت لنا حتى الحامل حتى الحامل نستطيع أن نعرف أنها عندها حمل ونستطيع أيضا نحدد الجنس ولكن مثل مثل السونار ممكن يصيب ممكن يخيب أنه ممكن يكون بنفس النسبة ونفس الضقة السونار أذكر لكم قصة حدثت معي مع أحد صديقات المقاربين تقول لي عبيدة من عقلك أنت صحية أنك تتكلمين بتحديد الجنس أو أن هذا مثلا حامل أو غير حامل فسألت يعني كيف نحن نحدد مثلنا مثل السونار تقولي السونار عبارة عن كاميرا تقولنا من صنع الكاميرا من سوى الكاميرا قالت للإنسان قالت العقل للإنسان أكبر من ذلك ترى هذا العلم علم ممتع جدا جدا جميل نستطيع كشف الحمل نعم نستطيع لأن الحمل واقع حصل وانتهى ولكن مثما أخبرتكم لا أتحدى بجنس الجنين لأن صحته مثل مثل السونار يصيب ويخيب أما متى نقول هذا أمر غيبي لما نقول أن هذا بالله رح يتزوج بعد متى يعني بعد سنة أو سنتين أو أنها رح ينجب بعد الزواج أو هذه الفتاة رح تنجب ولد وتسمي محمد أو تنجب فتاة رح تسميها سارة بعد سنتين ثلاثة هنا تحديد أو تكلم بأمور غيبية عن بكرة هذا أصبح الأمر غيبي ليس ضمن علم الأشكال وليس ضمن علم مقرابولوجي هنا يسيء من يتحدث في علم الغيب لهذا العلم هذا العلم يتكلم عن شيء واقع هنا عن خمس سمات والحمل واقع الشخص حامل خلص وانتهى يعود إلى المدرب الذي يحترم هذا العلم ولا يسيء هذا العلم الذي يحمل هذا العلم يحترمه يستطيع هذا العلم كشف بعض الأمراض وبعض المشاكل الصحية التي نعاني منها أي شيء جديد يدخل على الواقع سبحان الله يرفض وهو علم قديم ولكن وصلنا من جديد يعتبر جديد علينا صحيح صلى أكثر من 14 سنوات ندرس في هذا العلم ولكن يعتبر جديد علينا لذلك يرفض ويقولوا لنا أن هذا علم شعوزة وخرابيط وشخابيط مثل ما الشكل أمامكم واضح أمامكم هي خربشات شيء صاعد وشيء نازل ولكن لها دلالات علمية طبية يدرس في الجامعات في الطب وأيضاً في علم الأشكال يدرس في جامعات عالمية كبيرة سنتحدث عنها بعد قليل للأسف البعض يستخدم هذا العلم لفضح ولزيد الناس يعني لازم نحن أنا أنصح أنصح كل من يتعلم هذا العلم أن يكون عين عين النحلة لا ترى إلا الجميل ولا تكون عين عين الذبابة مدخل يعتبر دورات تحليل الشخصية عن طريق الكتاب اليدوي علم الأشكال من أقوى دورات التنمية البشرية التنمية البشرية يعني تحت الكثير من العلوم ومنها علم تحليل الشخصية علم الأشكال ويعتبر هو من أقوى العلوم طبعاً فيه منها البرمجة اللغوية العصبية تابعة لدورات التنمية البشرية تعتبر أيضاً من مهارات الاتصال الغير لفظي سبحان الله علم الأشكال أو أي علم غير لفظي يعتبر من أقوى العلوم إذن العلوم الغير لفظية تعتبر من أقوى العلوم حيث أنه يمكن المحلل الشخصية من خلال الكتابة اليدوية أن يكسب مهارات ليش؟ ليش تعتبر من أقوى العلوم الاتصال الغير لفظي إلا أنت يكسب مهارات عالية في الإتصار الغير لوزي في فترة زمنية قصيرة يعني في علم البرمجة اللوية العصبية عشان تعرف الشخصية الأمامك حسي سمعي بصري لازم تجلس معها تتكلم معها على الأقل دقيقة أو دقيقتين ومن خلاله أنت تحلل له فتقول أنت سمعي أو حسي أو بصري بينما علم الأشكال من خلال النظر بس على الورق في بعض الحروف تستطيع أن تعرف اللي أمامك هل هو سمعي حسي بصري يعني في فترة زمنية قصيرة استطعت أن تعرف الشخص اللي أمامك وأيضا تعطي قدرة فائقة جدا أنك تساعدك هذا العلم في فهم نفسك وفهم الآخر الكثير لحاضر هذه الدورة الغالب هدفهم أول شيء أن يتعرفونه على نفسهم ثم الغالب أيضا البعض يريد أن يتعرف على الآخرين أو يفهم اللي حوله وهذا الكثير اللي جاء يحضر معانا دورات دائما يسألوني عبيدة أنت ليش تتعلمين هذا العلم أو ليش تتعلمين هذا العلم شون استفدت من هذا العلم شون الفائدة صراحة أنا استفدت فائدة كثيرة فوائد كثيرة عظيمة لا تعد ولا تحصى صدقا صدقا أنا أكلمكم بصدق أنا استفدت كثير من هذا العلم أول فائدة ساعدني في معرفة نفسي وتاني فائدة ساعدتني أيضا أني أتواصل وأفهم الأشخاص الأمامي الفائدة الأولى في مقولة معروفة لسيدنا علي كرم الله وجه شون يقول من عرف نفسه عرف ربه يا سلام أنت إذا عرفت نفسك رح تستطيع أن تعرف الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى إيش قال في كتاب الكريم وما قدر الله حق قدره أي معظم الله حق عظمه يعني شلون أنت تريد أن تعرف أو تعطي الله حق عظمته إذا أنت لم تعرف نفسك والنعم اللي أعطاك هي الله سبحانه وتعالى من هذه النعم العظيمة فعند معرفة النفس وكشف النفس ونعرف يعني طبعا نتعرف على سماتنا وصفاتنا نستطيع إذن لما نستطيع أن نتواصل مع النفس نستطيع أن نحقق النقطة الثانية وهي إيش معرفة الآخرين إذا أنا لم أفهم نفسي كيف رح أفهم الآخرين فإذا عرفت نفسي أستطيع أول شيء أنا أتقرب من الله سبحانه وتعالى ثاني شيء رح يصير هناك تعارف بيني وفهم الآخرين أعرف ليش هذا يتصرف أو ليش هذا يردد فعله بهذه الطريقة هنا لا أدخل في التصادم بل رح يصير في توافق بيني وبين الآخرين بفهم نفسي أستطيع أن أعرف إيش هي سلبياتي وما هي إيجابياتي النقاط الإيجابية أو النقاط الجميلة اللي فيني أقويها وأنميها وأستمر فيها وأطورها بينما الصفات السلبية أقوم بتهذيبها وأيضا طبعا نحن لا نقول نريد أن نتخلص منها جذريا الصفات الموجودة فينا لا نستطيع أن نتخلص منها خاصة السلبيات بل نوظفها في المكان الصحيح يعني نستخدمها بطريقة صحيحة ونهذبها ليش؟ لأن الكمال لله سبحانه وتعالى صدقا حاولت يعني أجمع هذا العلم وأصل إلى الكمال فاكتشفت أن الكمال لله سبحانه وتعالى لم أستطيع أن أوصل لهذا الكمال فالكمال وحده لا شرك له إذن تعطينا قدرة فائقة جدا لفهم نفسنا وفهم الآخرين عن قرم وترجمة سبب سلوكهم بالقدر المطلوب دون عناء كبير لو نفرض أنا صاحبة شركة ومحتاجة لي مندوب ومحاسب أثناء التحليل وجدت أن هناك أثناء الورق وصلتني أوراق وجدت أن هذا مندوب عفوا هذا شخصية أمينة ولكن كسولة وجدتني ورقة ثانية أن هذا إنسان كاذب ولكن نشيط اعتقادكم هل أشغلهم هل أوظفهم نعم أوظفهم أضع الشخص المناسب في المكان المناسب حسب حاجتي في المندوب أو الشخصية لي جاتني أنه كذب كاتب ولكن نشيط يهمني أن النشيط مهما كذب لا يهمني لأنه لا يشتغل داخل الشركة ورح يشتغل خارج الشركة بالعالس يمكن يصوق ليه بكذبة يصطفل هذا الشي بينه وبين ربه بينما الشخصية الأمينة الكسولة بالعكس خليها قاعدة أدير بالها على الأمانة أحطها محاسب عندي إذن أضع الشخص المناسب في المكان المناسب حسب حاجتي له ترجمة نانسي قنقر